وده هيكون ختمنا مع السحرة المستديرة وفي جريدة الأخبار عن الزمالك الأخبار ننفرد بكواليس الصفقات البيضاء قبل إعلانها ست صفقات جديدة أنهاها الزمالك محمد الصبحي، نبيل دونجة، عمر جابر، مصطفى الزناري، عمر السيسي، مصطفى شلبي ومازالت طبعا المفاوضات عن ضم محمود جاد مازالت مستمرة شايف إزاي هيكون تأثير هذه الصفقات على أداء الزمالك في الموسم الجديد؟ طبعا الزمالك أدى أداء رائع جدا في الموسم المنتهي في الدوري العام وعمل موطشط مهمة جدا وقدر يحسم الدوري قبل نهايته ب3 أسابيع فأي فريق محتاج دعما محتاج أحلال ومحتاج عناصر جديدة يمكن عناصر الأضيفة دي عناصر مهمة جدا واحد زي نبيل دونجة ده مدافع أو بيلعب في خط نص حد كده على وزن طرق حامل طرق اللي كان عمل مشكلة واختفى بالنادي الزمالك فدونجة مهم جدا عمر جابر واحد من أبناء النادي مهم جدا الشابين اللي جايين من طلاع الجيش الزناري وعمر مهمين جدا محمد صبحي حارس واحد جدا وهو تخيالي أقل حارس في هذا الموسم دخل فيه أهداف وفرقه رغم أن هو مثلا سابع أو تامل الدوري أقوى فريق دفاع في بطولة الدوري فده رقم ملفت وكون إن الزمالك يستعيد صبحي فده أمر مهم جدا يمكن أن برح بالليل أعلن أن مروان حمدي لعب الزمالك اللي كان معارل اسموحها خلاصت باع بشكل نهائي للمصري البورسعي دي ففي التوقيت ده عادي جدا إن العيبة تنتقل وكل فريق وكل إدارة نادي عارفة مصلحتها فين وعارفة مين اللي هيضف لها ومين اللي مش هيضف لها يمكن حزم إمام أعتقد مشي من نادي الزمالك حزم لعب برضو عزم إمام الصغير لعب تاريخي في نادي الزمالك وكان واحد من أهم أبناء نادي الزمالك الموجودين في المنظومة ولكن ده ما يمنعش أبدا إنه يغادر النادي هنستنى موسم حلو جدا ما بين الزمالك والأهل وبرامز وكل الفرق اللي دعا على الصفحة طب حلنا بقى نشوف أخبار الأهل بالمرة عشان نعرف الموسم إن شاء الله حيب شكله وإيه من الأخبار صفحة 13 الأهل يعرض صفقاته على كولر والخواجة يظهر العين الحمراء مع خفة الظل ويطالب بتعديل لقاحة الثواب والعقاب والراجل دخل يتنطط جميل دومه خفيف جدا وكل الناس قالت لك دومه خفيف وهو فعلا خلي بالك هو دخلته غريبة أو عامل شو كده عامل شو فربنا يسطر ونشوف الشو ده تحول الأداء والفكر وخطط في الملعب لأن ده يبقى مهم جدا نفرق معناد الأهل قلنا للأهل والزمالك هم النواة الرئيسية لمنتخبنا فكلما الأهل كان كويس والزمالك كان كويس هنشوف مندخب كويس الراجل دخل عمل شو حل وقوي ودخل الملعب وقال لك أنا مبسوط أني في أعظم نادي في أفريقيا والشرق الأوسط وإن شاء الله نعمل شغله كويس ما يتحكمش عليه خالص من شغله ولكن الرجل ده تولى تدريب منتخب النمسا لمدة ست سنين وصعد بهم لأبطال أوروبا وكمان في تصنيف وصل في تصنيف الفيفا العاشر وده كان رقم ما حصلش في تريق النمسا فالمؤشرات والأرقام بتقول أنه كويس لكن اللي احنا هنشوفه محدش عارف وربنا يسطر ونشوف فلوس بكرة يبقى بلاش طول الموسم يبقى بلاش ونشوف بالأداء على أربع وقع